سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويعطيكم العافية شفنا في اللقاء الفات كيف عملنا الشكل هذا قولنا شوية براميل على شوية سنديق هنا قولنا هدول راح يتفاعلوا مع عملية اطلاق الارصاص بدنا اشياء تبقى تنفجر اطلاقها العاملنا دالة صغيرة او عمينا كود ربطناه بلرصاصة كلنا الا لا كانلا اتاكد ان هي بتشتغي ولله Boomer الان انا بدأ اقول له اسمع بديش الرصاصة ممكن تخبط في اي حاجة ممكن تخبط في الارض في الصندوق في البرمل في البيت اقول له اذا خبطت القطع في البرمل انا بدي ااك تعملي انفجار بدك تعملي بذاك اياهه الآن autres ا Serge Rd اذا خبطت القطع في البرمل اي برميل اي واحد فيهم. اي برميل من هدول اذا خبطت الرصاصة بديك تعمل انفجار. يعني عم ده اقول له اذا كان اي اف اف مين لرصاصة. خبطت في الكلجين. اذا الرصاص خبطت في الكلجين. هذا اللي بيعطيني اياها الدالة هادي. هذا الجسم اللي خبطت فيه الرصاصة. او اللي خبط فيه الجسم اللي محدود فيه الكود هذا. اللي وفحلتنا الاصاصة. راح اقول له اذا كان هذا. انا ايش ما اقول له اذا كان هذا. هاتا اشوف اذا هذا مشكلة انه البرميل الكوليجين هذا بنفع يبقى البرميل اسمه مش عارف ايش واحد. او مش عارف اتنين. فهو بنفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. انا ايش بدى اقول له اسمع. اذا كان الاصاصة اذا كان فيه التصادم صار مع جسم ببدأ او او مش عارف ايش اعمال لي انفجار. لانه واحد اتنين تلاتة اربعة بدى اتجنبهم. فانا بدى افحص اللي هانا. اسم الجسم اللي اتصادم معه. فابدى اقول له اذا كان تبعتي. تبعتي هادي. اللي هي بالسمول. لان هادي متغير عندي بالسمول. اه. اتصادم معه. كيف بدى اقول له? اه في عندي دالة. في عندي دالة بتفحص. احفظها. هي تابعة للنصوص. سترينج. دوت كومبير. قارن لي. اذا نقطة مهمة. سترينج دوت كومبير. وازا بدك اريحك عشان ما تتغلبش. تعال طلع كل الكلام برا هادا. اكس. طلع لي اياها. نقول سترينج دوت كومبير. يعني قارن للنصوص. ايش بتاخد هادة التالة? اه بتاخد عشر. اوبرلود فانكشن. عشرة. انا بدي رقم ستة. وينك 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 وينك. بدي رقم ستة. واش عارف اقام ستة? انا احفظها. اوهو. افتح. تلاتة اربعة خمسة ستة. انا بدي هادة. اقول لك عبر النص الاولاني. وعبر من وين بدك تبدأ. عبر النص التاني. عبر من وين بدك تبدأ. عبر طول المقارنة اللي بدك اقارن فيها. طيب ايش النص الاولاني? النص الاولاني خلينا اعتبر الكوليجين هادة. كوليجين. كونترو زد. كوليجين. كوليجين ضد في حاجة اسمها نيم هنا. ما فيش حاجة اسمها نيم. اذا ضد جيم اوبجيكت. انا عارف من القول اوبجيكت. ضد نيم فيها الاسم تبعي. هيك انا وصلت للاسم تبع الجسم اللي انا صدمت فيه. الكوليجين هذا هو التصادم. قلت له اسمع. عرر. بدي اعرف ايش اسمك. فقلت له كوليجين ضد جيم اوبجيك ضد نيم. فاصلة سفر. بدي اقرره من اول حرفي. اللي هو من حرف الاو. طيب بدي اقرره مع مين? مع النص التالي. اللي هو نفسه هذا. خلينا انسخ احسر لي او ارياح لي في الشغل. كونتر زد. كونتر كونتر كونتر. قارن لي يا بالله مع هذا. فاصلة. برضو بلش قارن من السفر من اول حرف. من حرف الاو. طيب اكم من حرف امشي. بقول للمشي لك واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة داعش اتناعش تلاتة عشر باطعش. هاي تلاتة عشر. راح يبقي قارن لي اول تلاتة عشر حرف. مع الكلام اللي هان. اذا تساوه راح يطلع لقيمة سفر. اذا تساوه راح يسطل كله راح يطلع لقيمة سفر. ايش عرفك? تعال شوف. افتح القوس اللي هان. بقول لك انا برجع انتيجر. انتيجر راح ارجع سفر. معنى عملية المقارنة صحيحة. والاسم اللي هان. المخزن افنين هو نفسه بساوي الاسم اللي هان. فانا راح امسك هذه الجملة كلها هيك. كونترول اكس. وحطها جوة جونة اف. اذا كان هذا كلام كله بساوي سفر. فبدي انا ابلش اشتغيل. ايوة. بمشي الجهاز بطيء شوية. بدي ابلش اشتغيل. اذا ايش اللي عملته انا فحصت. ما هو الاشكالية انه ان بدي يخبط باي برميل. فاي اسم ببلش باول مش عارف ايش? اه اتفعلي معه. ايش دك تعمل لي? بدي اضيف عليه قوة عشان يعمل لي انفجار. بدي اضيف عليه قوة عشان يعمل لي انفجار. فراح اجي امسك هذا الجسم اللي انا خبطت فيه. يعني هذا هو عبارة عن البرميل. راح اقول له البرميل تبعي. كونترول زد. كونترول زد بهم مش. راح اقول له البرميل تبعي هيكو بيه. دوت جيت كومبوناند. دوت جيت كومبوناند. اه ما فيش آآ جيت كومبوناند يعني ابدا ما فيش. طيب راح اقول له دوت. ترانسفورم دوت جيت كومبوناند. بتحصل على كومبوناند. ايش الكمبوناند بتحصل عليه? اللي هو ريجيت بادي. هو اللي فيه عملية التصادم. دوت. ريجيت بادي. مش الجسم عليه هدا ريجيت بادي. اه. اذا دوت ريجيت بادي. طيب الان انا حصلت على ريجيت بادي اللي مرتبط بالجسم تبع. مش الجسم تبع هدا حاطت اللي يجيت بادي. هينمسكته. الان دوت. اد. في ان اد فورس. لكن في جنبها اد اكسبلوجين فورس. اللي هي عمل قوة انفجار. فانا راح اجعل اد اكسبلوجين فورس. طيب افتح. هشوف ايش بياخد براميطر هدا. قال لك بياخد ثلاث حاجات او ثلاث احتماليات. الاكسبلوجين ومكانه وقوته. اه ممتاز. اه اكسبلوجين فورس. قوة شدة القوة تبعة الانفجار. مكان الانفجار وين صار. الدائرة اللي راح يتأثر فيها الانفجار او راح يتأثر في الانفجار. الدائرة اللي من خلالها راح يتفاعل مع الانفجار تبعي. ازان هاد الخيار جيد. شوف فيه خيارات تانية. يعني كون مالها بتطول معي. كويس. هدا راح امشي على الخيار هدا. اول حاجة ايش بقول لي? انا راح افترض من شدة الانفجار مية. وبعدين بقى اجرب. ازا لقيت الانفجار شديد بقى اقلل المية. لقيته قليل بقى ازود المية. ان هو الموقع تبع الانفجار تبعي. اللي هو موقع البرميل انا بدي اياه. موقع الانفجار هو موقع البرميل. يعني عمد اقول له. او اشوف فيها مباشرة. مفيش فيها. فضوت ترانس. فورم ضوت بوزيشن. اوكي. هاي الموقع تبع البرميل اللي هو نفسه موقع الانفجار تبعتي. اخر شيء. اللي هي الدائرة اللي لو كان الانفجار جواها راح اتأثر البرميل والدائرة لو كان الانفجار البرميل خالج الدائرة هاده متأثرش فيها. راح نحطه برضو مية من باب التجربة. بعدين بقود اعاير في القيم هادي. وهي سكرت القوس. بش عارف القوس مسكر هان ولا فاتح. اوكي هاي مسكر عندي. هان في اشي انفتح القوس. اهي فاصلة منقوطة. هيك انا ممكن اعمل انفجار. هيك انا ممكن اعمل انفجار. راح احفظ الشغل تبعي. واجرب اطخ على البرميل. اشوف راح ينفجر. ويعني راح يطير بطريقة انفجار والله مش راح يتأثر. هات نشوف. مالك لير هانا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وناخد الولد تبعنا ونروح على البرميل تبعتنا. طبعا هاي الارصال. هاي خلي المباشرة راح على البرميل. هاي. اه طلع كيف البرميل طار. اه دي بيش طلق. اه دي بيش طبعا. طيب الان لو انا حولت ازيد القوة تبعتي. نبقى بان انا بجرب. فلا يشتبقى مية. هات نخليها قوة كبيرة. هي الف. هي حفظ الشغل تبعي. ووقف اللعبة واشغلها. خلينا نروح لاخواتنا البرميل تبعونا هدي. هي حرف الاف. اه المفروض انه يطير اجوى من هيك. بس الامور ان شاء الله. طيب اه خلينا اشوف. طيب انا راح اروح على القوة تبعتي. واعطيها بدل الالف. اعطيها كبشة تشفار هيك. اعطي قوة يعني شديدة. اشوف بس التأثير كيف شغال من الشغال فيه اشكالية. اصوف النتائج. شوف هذا حرف الاف. واو دمر. اه بختفي من كتر القوة جدا شديدة عليه. خلينا اضعفها شوية. بس انا كنت اتأكد من الامور. هي حفظ الشغالة صح. القوة شديدة. واضح. ويد ودات البرمية فخر الدنيا. اذا الامور صح والطار. طب انا اجرب شغلة تانية. اشوف لو تخيت السندوق مسلا. اه بتأثر تأثير بسيط. لانها التأثير هذا نتيجة لرصاصة مش نتيجة الانفجار اللي انا حطيته عندي. اذا هيك انا اعملت الانفجار اخلي زي ما كان مية كويس. اه الف بمشي الوضع. اه طيب انا ايش لضي. اه. قال لك انت عملت انفجار لبرميل واحد. انا بدي البرميل اللي حواليه ينفجه. انا مش عايز البرميل لحاله ينفجر. انا بدي يصير لما انفجار البرميل واللي حواليه يطيره. مش بس واحد. اه. طيب بقول لك. اه هات نشوف. الاصل انا بدي اعمل حاجة اعرف كل البرميل الحواليه. بدي اعرف كل البرميل اللي في الدائرة تبعته اللي راح يتأثر بالانفجار. هاد الكلام بقدر اعمله من خلال حاجة اسمها فيزيكس. فيزيكس. ايش كانت? اه اه اوبرلاب اسفير. بتطلع ما اللي بيطلع الكورة الفي المنطقة اللي عندي. افتح جوز شوفوا شوف بتاخد براميطر. اللي بس اعطينا نقطتين. النقطة لمركز الكورة تبعتك هادا. والدائرة اللي بدي ادخل فيها كل البرميل او كل الاجسام اللي عندي. اه اه راح اقول له البوزيشين تبع هو نفس البوزيشين اللي هنا. اللي هو البوزيشين تبع مين? تبع السندوق اللي صارت في البرميل اللي صارت في الارصاصة. فاصلة. الدائرة تبعت برضو راح احط ميات. انا بحط ميات يعني هيك تجاوزا. طب هادا صحيح شو برجع? هاد الدالة كلها ايش بترجع عندي? بترجع عندي اريه. من ايش? من الكولايدر. ليش? لان يمكن هادا الدائرة تبعت الانفجار تبعتي فيها خمس اجسام براميلو سنديق وكزا. الخمس اجسام هادولا وين بدي امسكهم? بدي رجال يوم في اريه. عشان هيك انا راح اضيف اريه اف كولايدر. راح اعرف هنا. كولايدر. واعمل له اري هيك. واعمل سي ال اري. يعني انه مصفوفة من المجسمات تبعته. وهي اللي بديش ساوي. ازن اللي بدي يطلع هنا. هو كل الاجسام اللي في داخل دائرة الجسم اللي انا طخيته. راح يطلع لي اياه وحط لي اياه في وين? في مصفوفة. المصفوفة الان القوة هادا مش راح اعطيها لأي جسم. هادا مين بدي اعطيها? بدي اعطيها للبراميل فقط. او لكل الاجسام اللي عندي تقريبا. البراميل. خلينا نشوف. هنشوف هادا ان شاء الله في اللقاء الجاي. ويعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة